بسم الله الرحمن الرحيم محاضرة النهاردة ان شاء الله اول محاضرة في الكونيكشن في البولت الكونيكشن الكونيكشن عموما هي اني بيبقى فيه مثلا اتنين ممبر بيبقى عايزين نربطهم ببعض فبيبقى دي الكونيكشن اللي المفروض نصممها او اتنين بليت او اتنين استفنر او استفنر وممبر اي اتنين عايزين نربطهم ببعض بتكون هي دي الكونيكشن ولو بنربطهم ببولت او بمسامير بتبقى بولت الكونيكشن ولو بنربطهم باللحيم بتبقى ويلت الكونيكشن الكود طبعا ادينا الاساسيات اللي احنا نعمل عليها التصميم سواء في البولت الكونيكشن او في الويلت الكونيكشن وهي دي الخطوات اللي بنمشي عليها علشان نصمم البولت الكونيكشن أنواع البولت الكونيكشن زي ما احنا شايفين كده ممكن تكون ما بين الجردر أو البليت جردر ما بين العمود بالأشكال دي أو بتكون ساعات برضو في البس بليت نفسه دي تعتبر كونيكشن الكونيكشن برضو بتبقى في الاسبيس تراس أو أي تراس بيكون القلمت بتاعته سيركل زي ما احنا شايفين كده أو بايبس وبتبقى برضو في البيمز أو الفلور الفلور بيمز أو الكاميرات أي ميزانين بنعمله مع الأعمدة أو الكاميرات نفسها مع بعض والجزء اللي يهمنا هي الكونيكشن اللي بتربط ما بين الأنجلز وما بين بعضها بواسطة الجاسيكليت أو النود كونيكشن اللي بتبقى موجودة في التراس اللي احنا بندرسه الترمدة زي ما احنا شايفين كده الكونيكشن دي بتبقى الجوينز بتاعت التراس اللي بنفترض فيها ان الممبرس كلها بتطلاقى في نقطة النقطة دي المفروض بنصمم الكونيكشن بتاعتها بحيث تحقق لنا فعلا ان النقطة دي بتنقل الأحمال اللي ما بين التراس ممبر وبعضه كل ممبر من اللي احنا بنصممه سواء كومبريشن أو تينشن في التراس المفروض انها بتتربط بالجاسيب بليت بواسطة المسامير على حسب قطاع الممبر وعلى حسب الفورس اللي فيه بيتحدد عدد المسامير اللي بتربط ما بين الممبر وما بين الجاسيب بليت الجاسيب بليت لو حددنا عدد المسامير لكل ممبر هو اللي بيجمع الممبر دي كلها مع بعضها وبيحقق لنا الجوينس اللي موجودة في التراس اللي حندرسه في المحاضرة دي اللي هي الجوينس دي اللي هي السيمبل جوينس البولت الكونيكشن ما بين الجاسيب بليت وما بين أي ممبر موجود في التراس لازم نعرف برضو معلومات عن البولت الكونيكشن أو عن البولت اللي احنا بنستخدمها في البولت الكونيكشن زي ما عرفنا برضو قبل ما نعمل الدزاين للممبر في التنشن والكمبريشن اتكلمنا عن أنواع الحديد نفسه علشان نحدد الاسترس هنا برضو لازم نكون عارفين الاسترس بتاع البولت علشان عن طريقه هنحدد عدد البولت اللي مطلوبة في كل الممبر حسب الفرص اللي فيها أنواع البولت زي ما احنا شايفين كده بيبقالها برضو جريد زي الجريد بتاع الحديد يعني يقول لك في المسألة مثلاً إن البولت جريد 4.8 أو 5.8 ده بيبقى رقم البولت أو الجريد بتاعه زي الحديد وبالتالي بيبقى للبولت ده حسب نوعه بيبقاله F field و F ultimate الجريد بتاع البولت لو كانت من 4.6 لحد 6.8 بتكون ده نوع البولت ساعتها بنسميه ordinary pulse لو كان الجريد 8.8 و 10.9 ده بيبقى نوع تاني من البولت اسمه high strength pulse وده بيبقى ليه طريق التصميم مختلفة عن ordinary pulse زي ما حنشوف بعد كده برضو من المعلومات البسيطة إن احنا عن طريق ممكن الجريد بتاع المصمار نفسه نعرف الف ultimate بتساوي إيه يعني لو الجريد مثلاً 4.8 بيبقى الف ultimate بتاع المصمار هي الرقم الأولاني اللي هو 4 وبيكون ال F field بتاعت المصمار اللي الجريد بتاعه 4.8 الفور في ال point 8 ففور في ال point 8 بيدينا 3.2 بيبقى ده ال F field الخاصة بالمصمار بيدينا برضو في أي مسألة طبعاً الديامتر بتاعت المسامير اللي حنشتغل عليها أو هنصمم عليها المومنت البولتد كونيكشن لو كان بدينا إن الديامتر مثلاً 16 وبيدينا الجريد بتاعه 4.6 يبقى بنحدد ال F field 4 ال F ultimate 4 وال F field 2.4 كمان لو هو ادينا إن الديامتر 16 لازم ناخد بالنا وإحنا بنصمم البولتد كونيكشن إن إحنا نزود على الديامتر 16 ده الكليرانس اللي هو 2 متر يعني مثلاً لو هو الديامتر 16 يبقى وإحنا بنحسب الهولز بتاعت المسامير نزود عليها 2 كمان 2 ميلي 2 ميلي يبقى بدل 16 حتكون 18 ميلي كتر الهولز بتاعت المصمار زي ما قلنا أنواع البولتس بيبقى لإما bearing type connection وزنان pretension pulse ودي الordinary pulse اللي إحنا بنشتغل عليها والجريد بتاعتها شفناها اللي هي أقل من 8.8 والنوع الثاني من المسامير اللي هو pretension height highest principles وده الجريد بتاعته بتبقى يا 8.8 يا 10.9 المحاضرة النهاردة هنشتغل على النوع الأولاني اللي هو bearing type connection وزنان pretension pulse برضو قبل ما ندخل في تفاصيل خطوات البولتس connection برضو لازم نكون عارفين شوية حاجات اللي هي موضوع المسافات اللي ما بين المسامير المسامير المسافات اللي ما بين المسامير بيحددهنا الكود أولاً بيقول لنا أن المسامير اللي بتربط مثلاً الأنجل زي ما احنا شايفين كده بتكون على خط بنسميه الـ gauge line الـ gauge line ده بيكون في منتصف المسافة الكلير الخاصة بالأنجل يعني لو الأنجل دي المسافة بتاعتها أو مقاسها ايه يبقى المسافة اللي بنترح منها تخانة الأنجل يبقى الايه ناقص التخانة على الاتنين يدينا المسافة اللي بتحط فيها الـ gauge line اللي بنحط عليه المسامير كمان المسافات اللي ما بين المسامير دي مسافات برضو بنص عليها الكود أول مسافة بين أي مصمار أول مصمار وبداية حرف الـ element اللي احنا بنربطه اللي هو مثلاً بنسميه هنا البداية المسافة في البداية دي بنسميها الـ e أو الـ edge distance سواء في الاتجاه الـ vertical أو الاتجاه الـ horizontal دي المت بتاعها بيكون من 1.5 ديامتر المصمار لحد 3 ديامتر المصمار وطبعاً بيكون لازم يكون أقل من 12 تخانة الـ element اللي احنا بنربطه كمان المسافات اللي ما بين المسامير نفسها دي بنسميها الـ P أو الـ pitch distance ودي بتكون الـ limit بتاعها من 3 ديامتر المصمار لحد 6 ديامتر المصمار وبردو بتكون أقل لازم من 14 تخانة الـ element اللي احنا بنربطه أو 20 سنتيمتر طيب دلوقتي احنا لو عملنا الـ bolt connection هي بتتعرض لـ force واحتمال الكسر يحصل لها على حالتين أو صورتين من الفيليار حسب قوة المصمار وحسب قوة البولتس اللي احنا بنشتغل عليه بنحدد بعد كده عدد المسامير يبقى احنا المفروض نحدد المقاومة بتاعة المصمار في الحالتين اللي بيحصل لهم انهيار في البولتد connection الحالة الاولانية للانهيار او الفيليار في البولتد connection هي حالة الشير فيليار اوف بولتس فيليار للمصمار نفسه يبقى في الوقت ده بيبقى محتاجين نعرف مقاومة المصمار الواحد للشير علشان نحسب عدد المسامير اللازمة اللي اتحقق لنا ان البولتد connection دي ما يحصل لهاش كسر نتيجة الشير الحالة التانية من الكسر او الفيليار ان هي المسامير تبقى سليمة وما يحصل لهاش شير فيليار زي ما احنا شايفين ويحصل للبليت نفسه فيليار ان هو الهولز بتاعت المسامير شكلها يتغير زي ما احنا شايفين كده ويحصل لها انبعاج والتالي ده بيعتبر فيليار حصل في البليت نفسه فالحالة دي بنسميها بيرينج فيليار اوف بليت دول الحالتين اللي موجودين في الشير connection واللي المفروض نصمم عليهم المسامير بتاعتنا الحالة الاولانية اللي هي الشير بولز من اسمها حتى ان هي بتحصل في البولز نفسها اذا احنا بنستخدم الstrength الخاص بالبولز مش الstrength الخاص بالحديد بنبقى محتاجين نجيب المقاومة للمصور الواحد فور شير علشان بعد كده هنقسم الفورس على المقاومة بتاعة البولز فور شير وبالتالي نعرف عدد المسامير هتكون كام الار شير فور بولز بيحدد هنا الكود انها بتساوي الكيو بي او الكيو فور بولز في الاس في الان كل عنصر من دول هنعرف بيساوي ايه الكيو بولز دي هي مقاومة البولت الواحد او المصمار الواحد للشير وده بيبقى حوالي 0.25 لف ألتمت للبولت او 0.2 لف ألتمت للبولت بتبقى 0.25 في حالة ان الجريد بتاعة المسامير بتبقى بالارقام دي وبتبقى 0.2 لف ألتمت للمصمار في حالة ان الجريد بتاعة المسامير بتكون الارقام دي يبقى احنا عارفنا كده من المعادلة نعرف نجيب الكيو بي او الكيو للمصمار فور شير بتسوي قد ايه كمان الارية S دي اللي هي مساحة المصمار الواحد المساحة بتاعك بس بتفرق معانا بس condition واحد انه لو قال لي في المسألة انه هو excluded from the plan of shear يعني ايه الموضوع ده elstreet اللي هو القلوص بتاع المصمار زي ما احنا شايفين كده excluded from the plan of shear يعني الplan او المستوى او المكان اللي بيحصل فيه ما فيهوش القلوص بتاع المصمار القلوص المصمار واصل لحد مسافة معينة انما مش داخل لحد المكان اللي بيحصل فيه المكسيمم shear بالنسبة للمصمار فالحالة دي بنسميها ان وفي الحالة دي لما نيجي ناخد الديامتر بتاع المصمار المساحة بتاعته بناخدها كلها اللي هي المعادلة العادية اللي هي باي في دي آآ سكوير على اربعة الحالة التانية ان هو يقول لي يعني معناها ان الالغوص داخل لحد المنطقة اللي بيحصل فيها الشير فيلير في الحالة دي مدام الالغوص داخل في المنطقة دي يبقى لازم وإحنا بنحسب الارية بتاعت المصمار لازم نضربه في الريدوكشن فكتور اللي هو لان ما بيكونش الارية كلها هي اللي شغالها معانا لان يحصل الوضع للمصمير وبالتالي لازم نخصم الارية بتاعت المصمار بقيمة 0.78 بنشتغل على دي ولا بنشتغل على دي حسب ما بيقول لنا في المسألة لو قلنا ان يبقى ما بنضربش في الريدوكشن فكتور لو قلنا ان هي يبقى لازم نضرب في الريدوكشن فكتور يبقى كده عرفنا برضو الارية او الاس دي بنجيبها ازاي حيتبقى الان الان بتتوقف على الممبرز اللي احنا بنصمم لها الحالة العادية مثلا او الاولية اللي هي مع الجاسب بليت لو نلاحظ هنا ان هو الشير لو حصل للمصمار هيحصل في المكان اللي فيه الخط الاحمر ده فقط وبالتالي مدام هيحصل في مستوى واحد يبقى لان ساعتها هتساوي واحد عكس لو كان الممبر عندنا دبل انجل زي ما احنا شايفين والجاسب بليت ما بينهم ورابط ما بينهم مصمار واحد بس رغم مصمار واحد انما ممكن الشير يحصل في المكانين دول لان الجاسب بليت بيشد في اتجاه والاتنين انجل دول بيتشدوا في اتجاه مع بعض وبالتالي الشير ممكن يحصل في المكانين دول يبقى مدام الشير بيحصل في المكانين دول يبقى الان ساعتها بتساوي اتنين يبقى ده الفرق ما بين الان بتساوي واحد والان بتساوي اتنين الحالة التالتة اللي هي الاخيرة في التراس ممبر اللي احنا بندرسها انه يجينا ان الممبر ستار شيب زي ما احنا شايفين فبيكون الجاسب بليت برضو بيمر بينهم وبيبقى برضو في مصمارين او صفين من المزامير بس لو نلاحظ ان الشير فلير مش هيحصل غير في مستوى واحد بس وما بين الانجل وما بين الجاسب بليت وبالتالي برضو حالة الستار شيب برضو الان بتاعتها بتكون بواحد الان لما بتكون واحد دي بنسميها سنجل شير لو الان باتنين بنسميها دبل شير يبقى احنا هنا بنعود في المعادلة بتاعت مقاومة المصمار للشير بالان ياما سنجل بولت كونيكشن او سنجل شير ياما سنجل شير بتكون الان بواحد ياما دبل شير بتكون الان باتنين طيب احنا كده عرفنا خلاص نجيب الار شير للمصمار الواحد حسب المعلومات اللي اديهنا في المسألة وحسب الحالة بتاعتنا لو كانت سنجل شير ولا دبل شير الحالة التانية من الفيلور اللي زي ما قلنا اللي هو البييرينج وقلنا البييرينج ده بيحصل في البليت نفسه وبالتالي الاسترس اللي احنا بنستخدمه في الار بيرينج هو الاسترس بتاع الحديد اللي بيدونك في المسألة مش الاسترس بتاع البولد الار بيرينج للمصمار برضو الواحد بتتحدد بالمعادلة دي ان هي الاف بي في الدي في التي المينيمم الدي طبعا معروفة انها هتكون الديامتر بتاع المصمار حسب اللي محددولك في المسألة الديامتر اللي احنا هنستخدمه الاف بي احنا هنشوف مقاومة المصمار الواحد للبييرينج المفروض بتكون بتساوي كم هنا الكود بيقول لنا ان الاف بيرينج للمصمار بتساوي الالفا في الاف ألتمت للحديد وليس للمصمار طيب الالفا دي بتعتمد على ايه بتعتمد على الاتجي ديستانس اللي احنا اتكلمنا عنها اللي هي كانت بتساوي من واحد ونص الديامتر لحد تلاتة الديامتر حسب كل مسافة لو الايه بتساوي تلاتة ديامتر اتنين ونص اتنين بيبقى الالفا ليها قيمة مختلفة احنا نتفق وممكن نوحدها ان احنا الايه على طول ناخدها انها اتنين الديامتر وبالتالي الالفا ساعتها هناخدها point eight طيب الدي هنا في المعادلة بتكون الديامتر مش للبولز لا هي للهولز اللي داخل فيه البولز وزي ما قلنا قبل كده برضو ان احنا الديامتر بتاع الهولز للمسامير بيكون ازيد من ديامتر المصمار باتنين ميلي وبالتالي هنا الدي بنحددها انها ديامتر المصمار زائد الاتنين ميلي يبقى مثلا لو مصمار 16 يبقى الدي هنا في الاتشيك بتاع البييرنج بيكون بيساوي 18 ميلي اخر حاجة اللي هي التي مينيمم اللي هي اقل سمك للاليمنت اللي احنا بنربطهم مع بعض يعني بنشوف الزاوية لو هي single shear او زاوية واحدة بنربطها بالجاست بليت بنشوف تخانة الزاوية اقل ولا تخانة الجاست بليت اقل بيكون محددلك برضو في المسألة تخانة الجاست بليت بتساوي كام مثلا 10 ميلي او 12 ميلي ولو محددلكش هو الديفولت بتاعنا على طول بنستخدم ان الجاست بليت لو مش متحدد يبقى الجاست بليت بيساوي 10 ميلي بنشوف انا فيهم الاقل وهو ده اللي بنستخدمه في معادلة الار بيرينج فور بولت يبقى كده احنا عرفنا نحدد الار بيرينج للبولت وحددنا قبل كده الار شير للبولت الواحد بنشوف مين فيهم الاقل الاقل هو ده اللي بيكون الكريتيكال وبنقسم عليه الفورس اللي جاينا من الممبر وبيتحدد لنا ساعتها عدد المسامير المطلوبة في الكونيكشن دي الحالة بتاعة التى ميليمم انه لو زي ما قلنا الجاست بليت مربوط بالانجل يبقى بنشوف انا التخانة فيهم اقل لتخانة الجاست بليت ولا الانجل كذلك برضو بالنسبة للستار شاب بالنسبة للضبل انجلز بنشوف تخانة الجاست بليت اقل ولا مجموعة تخانة الاتنين انجل اقل الاصغر فيهم برضو هو ده اللي بندخله في الار بيرينج وزي ما قلنا خسب الار شير اللي احنا حددناها والار بيرينج للمصمار بنحدد مين فيهم الاقل فهي دي اللي بتكون الكريتيكال اللي بنسميها ار ليست علشان نعرف عدد المسامير في الكنيكشن يبقى الان بتساوي الفورس اللي جاينا في المنبر على الار ليست بيطلع لنا عدد المسامير طبعا لو بيطلع بكسور بنقربه لقرب عدد صحيح بس ما يكونش اقل من اتنين يعني اي كونيكشن ما يكونش فيها اقل من اتنين بولز لو كانت الكنيكشن فيها اتنين صف مسامير زي الحالة بتاعة الستار شيب ساعتها بنقرب عدد المسامير لرقم زوجي يعني يبقى اتنين يبقى اربعة اتنين لأ مش هينفع لانه كل صف المفروض يكون في اتنين فحيبقى اقل حاجة في الستار شيب يئما ان هي تبقى اربعة يئما ستة يئما تمانية ونزود ابن ناند ده لو حالة انه هو في صفين للمسامير يعني كامثلة ان احنا ازاي نجيب الار شير والار بيرنج الحالة دي انه هو واضح انه هو سنجل شير فالار سنجل شير الان بنعوض عنها بواحد في الاس في الكيو بي اللي هي قلنا انها 0.2 او 0.25 من الاف التمتل المصمار والار بيرنج ساعتها بتساوي زي ما قلنا الالفا في الاف التمتل حديد في الديامتر للهولز اللي هي البولز زائد اتنين ميلي في التخانة الاقل يئما تي واحد يئما تي اتنين الحالة دي اللي هي بنسميها دابل شير لان بيحصل الكسر عند منطقتين وبنحط الان باتنين في الار دابل شير وفي الار بيرنج بنختاري اما تي واحد زائد تي تلاتة اقل او تي اتنين اقل الاصغر فيهم برضو هي اللي بنحطها في معادلة الار بيرنج فيه بقى لازم نعمل اتنين تشيكس لما بنيجي نصمم البولتد كوننكشن اللي تشيك الاولاني في حالة ان عدد المسامير في اللاين الواحد بيزيد لما بيزيد بتبقى كفاءة المسامير انها تشيل الشير اقل من اللي احنا حسبينه وبالتالي لازم نحسب المسافة ما بين اول مصمار واخر مصمار بعد ما بنعمل الدزاين لو الطول اللي احنا حسبناه ده من اول مصمار لاخر مصمار كان اكبر من 15 الديامتر للمصمار اللي احنا مستخدمينه يبقى لازم نعمل اللي تشيك ده اللي احنا بنعمل فيه ريداكشن لمقاومة المصمار الواحد الريداكشن ده بنجيبه ازاي من معادلة الفود اللي هو واحد ناقص القل اللي احنا جبناها ناقص الخمستاشر ديامتر المصمار على متين ديامتر المصمار الريداكشن فاكتور ده بيكون حدوده من 0.75 لحد واحد طبع يعني لا يقل عن 0.75 ولا يزيد عن الواحد بعد كده بنقسم الفورس برضو على الار لست اللي احنا حددناها قبل كده على كمان الريداكشن فاكتور ده وبنحدد عدد المسامير اللي تشيك التاني اللي هو شير رابشور سرينس أوفزا ميمبر ان الكنيشن لما بنصممها وبنحدد عدد المسامير زي ما احنا شايفين كده ان ممكن قوي المقاومة بتاعة الانجل نفسها ما تستحملش الفورس وما تستحملش وجود الفراغات بتاعة المسامير فبيحصل انفصال في الجزء بتاع الانجل زي ما احنا شايفين للجزء المتظلل ده وبيكون ناتجته هو شكل الكسر اللي احنا شايفين شكل الكسر ده بيحصل ليه؟ بيحصل لان المساحة دي اللي تقاطمت دي بتكون متعرضة للفورس اللي هي في الاتجاه ده فبتكون متعرضة لشير عالي اكتر من المقاومة بتاعته كمان الجزء البرتكل اللي هنا ده بيكون برضو متعرض للفورس هنا فبتكون متعرض لتنشن فبردو التنشن اللي بيتعرض له بتكون اكتر من المقاومة بتاعته وبالتالي احنا لازم نحسب المقاومة بتاعة التنشن في الجزء ده زائد المقاومة بتاعة الشير للجزء ده ونشوف الفورس اللي ممكن يستحملها قد ايه لو كانت الفرس دي أقل من الفرس اللي موجودة عندنا في المصمار يبقى ساعتها لازم الكونيكشن دي هيحصل لها فيلير يبقى لازم نزود عدد المسمر لو كانت الفرس اللي احنا حسبناها دي اللي هي بتأدي للكسر أكبر من الفرس اللي موجودة في المنبر نفسها يبقى الفرس اللي عندنا دي آمنة والكسر ده عمره ما هيحصل لإن الفرس أقل من الفرس في فيلير طيب احنا عشان نعمل التشيك ده لازم نحسب المساحة الخاصة بالتنشن اللي اتعرضت للتنشن والمساحة اللي اتعرضت للشير المساحة اللي اتعرضت للشير دي لو كبرناها وبقت بالشكل ده اللي هي الجزء ده اللاين ده هيبنينا الجزء ده اللي هو متهشر ده هو ده اللي حصل له الكسر فالمفروض ان احنا نحسب الارية المتهشرة دي فبتكون الارية الخاصة بطول الال ناقص المساحات بتاعة البولز الكلام ده في التخانة بتاعة الانجل نفسه وبعد ده بيدينا ان الارية نت بتكون بتساوي بتكون متساوي زي ما قلنا الال في التخانة ناقص مساحات البولز الارية بتاعة الشير بتكون الجزء الورتكل ده لحد نص فقط نص الانجل او اللاين اللي بيتحط عليه المسامير مخصوم منه برضو نص ديامتر الهولز بتاعة المسامير فالجزء المتظلل ده برضو بنحسب الارية بتاعته وبندرب الجزء المتظلل فورتنشن في الاف على والفورتنشن والجزء المتظلل ده اللي احنا حسبناه اللي هو الخاص بالشير فلير بندربه في الشير الشير سترينس بتاع الحديد طيب الشير سترينس بيساوي الpoint 4 في الاف يلد للحديد والتنسايل سترينس او المقاومة فورتنشن بتساوي point 725 الاف يلد للحديد زي ما قلنا بندرب كل اريا في السترينس الخاص بيها الاريا فورشير في الاف على والفورشير والاريا فورتنشن في الاف على والفورتنشن وبنجمعهم الاثنين على بعض يديني الفورس الماكسمم اللي المفروض هيحصل عندها فلير اللي المفروض الفورس اللي موجودة عندنا في الممبر ما تزدش عنها البي دي على فكرة بتكون خاصة بالانجل واحدة يعني احنا لو عندنا الممبر ده بالانجل الفرس اللي احنا بنحسبها دي للانجل الواحدة فقط طيب بعد كده بنحسب ده دي طريقة حساب الاريا فورشير والاريا فورتينشن اللي احنا اتكلمنا عنها ان هي الال ناقص الديامترز بتاعت فتحات المسامير في تخانط الانجل وهنا برضو الاريا فورتينشن اللي هي الام اللي هي المسافة لحد نص الانجل ناقص برضو نص ديامتر البولز هولز في تخانط الانجل بنقارن في حالة السنجل انجل بنقارن البي دي لو كانت لازم تكون اكبر من الفورس اللي موجودة في المنبر في حالة الدابل انجل بتكون البي اللي احنا طلعناها دي لازم تكون اكبر من الفورس اللي موجودة في المنبر على الاتنين او بمعنى اخر ان الاتنين بي تكون اكبر من الفورس الموجودة في المنبر دول اللي تشيكين اللي احنا المفروض نعملهم واحنا بنصمم البولت كونيكشن برضو بتاع الشير رابتشر ده بنستخدمه فقط في حالة ان المنبر متعرض لتنشن فورس ده شكل المسائل المفروض حاجينا حاجينا جوينز بالشكل ده وبيبقى كل لاين من الجوينز دي بيبقى مكتوب عليها الانجل بتاعتها وموجود عليها الفورس بيدينا حتى لو دياجنال لو المنبر دياجنال بالشكل ده بيبقى لازم يكون مدينا الزاوية بتاعته قد ايه كل منبر من دول بيبقى مدينا القطاع بتاعه والفورس اللي فيه فبنحدد عدد المسامير لكل منبر وبعد كده بنرسم الجاسب بليت زي برضو ما حنشوف في امثلة اللي جايب هنا بس عايزين ناخد بالنا ان هنا ام مثلا دي الانجل اتنين انجل تمانين في تمانين في تمانية اللي هي بتمثل المنبر اللي هنا ودي اتنين انجل ستين في ستين في ستة بتمثل المنبر ده زي ما احنا شايفين ان ديبس المنبر الثمانين طبعا اكيد اكبر من ديبس المنبر الستين بس نراعي على طول ان الخط اللور لاين ده بيكون لازم يكون على خط واحد دي الحالة لو كانوا الاثنين مختلفين الحالة التانية لو كان الاثنين ممبر سواء الممبر F1 او F2 الاثنين نفس القطاع يعني ده مثلا اثنين انجل 80 في 8 وده اثنين انجل برضو 80 في 8 ساعتها مش هيبقى فيه داعي ان احنا نفصلهم من النص ممكن يجي الممبر على طول كامل وفي الحالة دي مش هنحتاج انه يبقى فيه اثنين بولتت كوننكشن لكل ممبر هتبقى بولتت كوننكشن واحدة اللي هنحدد عليه عدد المسمر طب هنحدد العدد المسمر على ايه؟ على F1 ولا F2 هنحددها على محصلة F1 و F2 لو كانوا الاثنين عكس بعض بالشكل ده يبقى F1 نقص F2 هيدينينا فرصة معينة لو كانوا واحد فيهم الاثنين في نفس الاتجاه يبقى هنجمع F1 زائد F2 بنحدد محصلة F1 و F2 وكمان بنحسب محصلة تحليل الدياجونال فورس اللي موجودة في الدياجونال ممبر اللي هي F3 F3 بنضربها في كوزين الالفا والالفا بيكون من الديهاني برضو في المسألة يبقى F3 في كوزين الالفا دي الوحدها و F1 نقص F2 دي الوحدة بنشوف مين فيهم الاخبر وهي دي اللي بنحدد عليها عدد المسامير اللي موجود هنا في الجاسي بليت في حالة الكونيكشن اللي هي كونتينيوس بنقول عليها كونتينيوس أو الحالة اللي بيكون فيها المنبرين دول بيكونوا بقطاع واحد فهي مش مستهلة ان احنا نفصلهم عند الجونيوس طيب ده مثال بالارقام المثال بالارقام بيكون مديني فيه كل المعلومات اللي ممكن تساعدني ان انا اعمل البولتت كونيكشن بيديني الاول الجونز دي باي شكل المهم ان هو كل ممبر بيكون مديهولي بيكون مديلي فيه الفرس بتسوي كام والقطاع بتاع الممبر بمقاسه قد ايه هنا F1 دي بتكون 21 طن القطاع بتاع الممبر 80 في 80 في 8 ناخد بالنا هنا ان هو ده انديكيشن ان هما دبل انجل القطاع F2 F2 مديهاني مثلا 15 والقطاع بتاعها انها دبل انجل برضو 60 في 6 البرتك الممبر ده مديني ان هو القطاع بتاعه زي ما احنا شايفين ستار شيب ستار شيب مقاس الزاوية الواحدة فيه ستين في ستة والفورس اللي في البرتكال ميمبر اربعة آآ تمانية طن الدياجون الميمبر برضو الفورس تسعة طن وone angle او single angle تمانين في تمانية يبقى احنا كده مفروض نحدد كم كم ميمبر واحد نين تلاتة اربعة اربعة ميمبر نحدد لهم عدد المسامير في كل ميمبر كام طيب نرجع بقى للمسألة المسألة بيديني ان هي آآ نستعمل bearing type connection non pretension يعني ordinary pulse الديامتر بتاع البولس اللي حنستخدمه ستاشر الجريد بتاعه فور بوينت سيكس يعني الاف قلط مت اربعة آآ بيقول لي هنا البولس سريتس اللي هي الالغوز are excluded from plans of shear excluded معناها ان احنا مش هنعمل reduction آآ للديامتر بتاع المسموع عايز ايه عايز ان احنا نرسم ال connection to scale واحد لعشرة وطبعا قبل ما نرسم ال connection لازم نحدد عدد المسامير اللي موجودة في كل قلط طيب زي ما احنا شايفين كده يبقى احنا نشتغل على اربعة ميمبرز نحدد فيهم عدد المسامير يبقى في الاول لازم نحسب حسابات لان هي دي بتكون مشتركة في كل الميمبرز فالمفروض نحسبها في الاول وبعد كده ندخل على كل ميمبرز نحدد عدد المسامير الحسابات الاولانية زي ما قلنا الجايد بتاعنا في ال bearing connection هي ال R share للبولس وال R bearing ال R share المعادلة بتاعتها زي ما قلنا ال QB في ال AS في ال N وعرفنا كل حاجة من دي بنجيبها ازاي وال R bearing ال F bearing في ال D في ال T المينمي ديامتر المصمار 1.6 ال F أنتمتر بها الحديد المستخدم هيكون حديث سبعة وتلاتين يعني ال F أنتمتر الحديد مش للبولس 3.6 حسب الديامتر بتاع المصمار نجيب ال QB اللي هي بنستخدمها في ال R share إنها بتساوي 0.25 في ال F ultimate للمصمار اللي هو الاربعة ال AS برضو مادام قال لي إن يبقى هتكون على طول ال Bi في ال D square على الاربعة من غير ال Reduction factor اللي هو 0.78. هناخد ال E بتساوي اتنين الديامتر يبقى الالفة اللي هنستخدمها هنا في ال R bearing هتكون 0.8. يبقى ال R single share الاولانية دي هتكون ال R ال QB اللي هي 0.25 في ال F ultimate اللي هو الاربعة في الاريا بتاعت الاريا بتاعت المصمار ال Bi في ال D square على الاربعة في ال N يبقى احنا هنجيب اتنين R share لإن عندنا الحالتين هنجيب R single share هنعوض عنها بال N بواحد ودي هتكون بالساوي two point O one ton وال R double share هنعوض عنها بال N باتنين ودي هتساوي four point O two ton يبقى دلوقتي عندنا اتنين R share واحد single share والتانية double share اخر حاجة اللي هي ال R bearing اللي هي المعادلة دي قلنا ال F bearing بتساوي الالفة اللي هي قلنا بناخدها point 8 في ال F ultimate للحديد مش للمصمار يبقى ال point 8 في ال F ultimate مثل حديد 3.6 في ال diameter في التخانة minimum. التخانة minimum دي هنسبها لإن هي هتتوقف على كل ممبر هنطلع له عدد المسامير. الممبر الاولاني مدين للقطاع بتاعه اتنين انجل تمانين في تمانية. تخانة الجسد بليت على طول بنستخدمها يا اما بالديهاني في المسألة واحد سانتي لو ما تدهنيش تبقى واحد سانتي. يبقى التخانة التانية المقابلة للانجل اللي هي بتكون اتنين تخانة الانجل الوحدة اللي هي اتنين في point 8. اتنين في point 8 الخاصة بالانجل بتساوي one point six. طبعا اكبر من التي مينيمم للجسد بليت. يبقى بنستخدم في ال الار بيرينج التي مينيمم اللي هي الجسد بليت اللي هي واحد سانتي في حالة الاثنين انجل او الدبل انجل. يبقى الار بيرينج حنعود في التي مينيمم في واحد هتطلع four point six. الار اه الار شير والار double share اصيصا مستخدمينهم اه جايبين القيم بتاعتهم واحنا الحالة دي مدام double انجل يبقى اار double share اللي هي four point او طن. بنقارن الار اه شير four point او طن مع الار بيرينج four point six. الاقل فيهم هي جديد اللي هنستخدمها واحنا بنجيب ديمتر اه عدد المسنر. بنقسم الفورس اللي موجودة في في الممبر اه اللي هو ممبر واحد. الفورس في ممبر واحد هنا كانت واحد وعشرين طن. فبنقسم الواحد وعشرين طن دي على الار ليست اللي طلعناها يطلع لنا five point two. هو line آآ خط مسامير واحد فقط. يبقى بنقربها لقرب آآ آآ عدد صحيح من مسامير يبقى حيطلع عدد المسامير ستة بوص. نفس الخطوات بنقررها تاني بالنسبة للممبر اتنين بس الزاوية بدل ما هي اتنين انجل تمانين هي اتنين انجل ستين. هنا بس اتخانة المينموم بدل آآ آآ point six هتطلع one point two. وبردو بنمشي بنفس الخطوات لحد الخطوة اللي بنقسم فيها الفورس اللي في الممبر حسب اللي مديهاني في المسألة. الممبر اتنين عليه خمستاشر طن. بنقسمه على الار ليست اللي احنا طلعناها. اللي هي four point two. يطلع علينا آآ اربعة كذلك بالنسبة الفرق بس من ده سينجل انجل. فحنستخدم الار آآ شير فور سينجل مش فور دابل. اللي هي two point one. كذلك التخانة المينموم حنقرنها آآ الجسد تخانة الجسد بليت الواحد مع تخانة الone انجل فقط. اللي هي point eight. فحيكون طبعا الاقل اللي هو الpoint eight الخاصة بالانجل. يبقى الار بيرينج بدل ما حندرب هنا في واحد للجسد بليت. يبقى حندرب الpoint eight الخاصة بالانجل تمانين. هيطلع لنا الار بيرينج three point six eight. هنقارنها بالار سينجل شير. هيطلع الار سينجل شير هو الاقل. وبالتالي الفورس اللي موجودة في المينبر هنقسمها على الار الليست. نفس الكلام بنقرره بالنسبة للستار شيب او البرتكال مينبر. برضو بنقارن بتخانة الانجل الواحدة اللي هي point six. وبردو بنعتبر ان هو ار سينجل شير. وبنقسم على الار يطلع لنا اربعة في الاخر بتبقى دي طريقة رسم الكونيكشن كل مينبر بيترسم بالمقاس بتاعه. وبيتحط فيه عدد المينبرز اللي طلعنا من الكونيكشن. وفي الاخر بيتجمعوا كلهم مع بعض بواسطة زي ما احنا شايفين. آآ بنكتب على كل الكطاع يعني ده انجل التمانين في تمانية. بنكتب عليه ان اتنين انجل دبل انجل. تمانين في تمانين في تمانية. كزلك هنا. ده بنكتب عليه ان هو single angiel. علامة في اه المقاسي اللي هو التمانين في تمانية. آآ دول اتنين انجل بنرسمهم بالشكل ده. وبيبقى ستين في ستين في ستة. بنحط المسامير زي ما قلنا اللي طلعنا من الحسابات. وبنحط المسافات اللي ما بين المسافير وبعضها. اه دي خطوات رسم الكوننكشن. اه بيبقى زي ما احنا شايفين كده ده برضو اه اه صورة تانية من بيبقى مديني كل اه كل فورس الانجل بتاعتها كام. اه كل الانجل بتاعتها مقاسها كام والفورس اللي فيها المفروض بتكون كام. في النهاية انت بتطلع عدد المسامير اللي في كل الانجل بتكتبهم عندك بالشكل ده عشان تعرف ترسم. وبتحدد زواية الداونال من يا اما الرسمة اللي عندك يا اما بتكون ما هتطالق برضو الدرجة على طول اللي هي مثلا خمسة واربعين. يا اما بتتحسب من الرسمة اللي موجودة عندنا في المسألة. علشان نرسم دي بنحولها لسنتر لاين زي ما احنا شايفين. السنتر لاين بالشكل ده اللي حيتحط عليه الانجل وبالزواية الميل بتاعت الداونال. بعد كده كل سنتر لاين من دول نحط عليه نرسم عليه الانجل الخاصة دي بالمقاس بتاعها. يعني هنا بنبتدي بدأ بنرسم في الزاوية اللي هي ستين. آآ والزاوية السبعين اللي هو نتهالنا هنا. بنقربهم من بعض لحد ما يبقى اقل مسافة بينهم اللي هي دي بتكون ما بين اتنين سنتي وواحد ونص سنتي. طبعا ده عندك في الرسم هيكون اما اتنين ميلي اما واحد ونص آآ ميلي. ما ننساش برضو ان رغم اختلاف المسافات ما بين الستين والسبعين لازم اللور لاين ده يكون على خط واحد وبالتالي الاي اللي بنرسم هنا بيها الخط سنتر لاين بتاع الميمبرز بتكون على الاي افرج اللي هي ما بين الاي سبعين والاي ستين. رسمنا اللور كورد. بنطلع بعد كده زي ما قلنا آآ آآ اساسا احنا رسمين السنتر لاين. آآ بنرسم اول واحد بعد اللور كورد هو البرتكال ميمبر. بنرسمه برضو آآ مترحل بجزء آآ بمسافة الاي اللي موجودة في الجدول حسب مقاس الزاوية. وبردو بنفضل نقرب لحد ما بيبقى الفاصل ما بينه ما بين آآ 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 انجل برضو ما بين اتنين سنتي وواحد ونص سنتي دي اقل حاجة. وبنقفل الميمبر بتاعنا. نبتدي نرسم الدياجونال كل واحد لوحده طبعا. وبنقرب برضو بيه لحد ما يبقى المسافة دي برضو المينيمم ما يخبطش في اي انجل تانية وتبقى المسافة ما بينهم ما بين واحد ونص سنتي واثنين سنتي او واحد ونص ميلي على الرسم واثنين ميلي. كذلك الدياجونال التاني برضو بنقربه لحد برضو ما يبقى المسافة اقل ما يمكن. بنحط مقاسات الانجل على كل انجل وبعد كده نبتدي الخطوة اللي احنا هنرسم فيها المسامير. خط المسامير لو نلاحظ ما بيبقاش هو السنتر لاين اللي احنا رسمنا عليه الانجل بيكون الخط المتوسط لمقاس الانجل نفسه. اول خط اول عدد مسامير بنرسمه لانه هو في الغالب بيكون هو الاكبر اللي هو اللي هو سواء الممبر واحد او ممبر اتنين بنحط فيهم المسامير. وبعد كده بنبتدي بالدياجونال. نبتدي نقفل الجسد بليت بتاعنا زي ما احنا شايفين كده وبعدين نقفل ما بينه ما بين الاتنين الدياجونال لان تملي في الغالب بيبقى البرتكال الممبر ده عليه اقل عدد مسامير او عدد المسامير فيه ما بيبقاش كبير. فبنوزع المسافة اللي بيقيت عندنا دي على عدد المسامير اللي موجودة عندنا في الممبر اللي هم اتنين مثلا بنوزع الاتنين بولتس دول على المسافة دي. في النهاية بيكون ده شكل وبيبقى عليها كل الداتا زي ما احنا شايفين مقاس كل وعدد المسامير والمسافات اللي ما بين المسامير والزوايا بتاعت الداجونال لازم تكون مزبطة. ده شكل لو في اهم حاجة بس ما فيوش اي اختلاف عن طريقة الرسم. اهم حاجة بس ان احنا لازم لو هو او في او لازم نرسم الماددة او بالشكل ده ونرسم لها بالشكل ده. الماددة دي على طول بناخدها من جر ديزاين ناخدها انها مقاس اه 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 تشانل مية وستين او ستتاشر سنتي او على الرسم عندك هتبقى وان بوين سيكس سنتي. كذلك السيت انجل دي على طول بناخدها تيبيكل ان هي انجل تمانين في تمانية يعني الدلع بتاع الانجل بيكون اه اه تمانية سنتي في الحقيقة يعني تمانية ميلي على الرسم. كذلك بنرسم الشيت الكوريجيت سواء كوريجيتشيت او دابل شيت. المهم نرسم الشيت ونكتب عليه. ويكون بتبسمك الخطين دول على بعد اربعة سنتي في الحقيقة يعني اربعة ميلي على الرسم عندك. ده الاختلاف عن طريقة الرسم بين الاوبر جوينس واللور جوينس. دي اه الفرق ما بين الكونيكشن اللي هي ديس ديس اه كونتينيوس جوينس اللي هي قلنا ان الممبر اللي اتنين ممبر بتوع اللور كوريجيت بيكون كتاب بتاعهم مختلف زي ما احنا شايفين ستين في تمانية ستين وتمانين. وبيبقى ده شكل الرسمة بتاعته. وزي ما احنا شايفين تماني بيكون المينموم ما بين الانجل لازم يكون في حدود اه الاتنين سنتي او الواحد ونصف سنتي. انما الحالة التانية بتاعت الكونتينيوس اه جوينس اللي هي بيكون فيها الاتنين نفس الكطاع. فبيكون الرسمة بتاعتها بالشكل ده. ما بيبقاش فيه هنا فاصل ما بينهم لانهم مقطع واحد اصلا. وبنحدث زي ما قلنا عدد المسامير هنا حسب المينموم ما بين اف واحد ناقص اف اتنين او آآ آآ محصلة تحليل في كوزاين الالفا. بنشوف مين فيهم الاكبر هو ده اللي بنحدد عليه عدد المسامير الموجودة وما بنفصلش طبعا ما بين النمبرز. ده مثال يعني سبيشال كيس شوية في حالة الكونتينيوس للأبر جوينس انه هو هنا لما طرحنا التلاتين ناقص التلاتين بيتبقى صفر. وبالتالي الفورس اللي حنصمم عليها العدد المسامير اللي في الابر كورد دي بيتكون حنصممها طبعا على على المينموم اللي هو اتنين بولس ده المينموم. لان ما بيبقاش ما فيش في الحالة دي فورس ممكن نصمم عليها البولس لان الاتنين متساويين تلاتين ناقص تلاتين بالسفر. وما فيش دياجونال منبر نحلله. لو كان في دياجونال منبر كنا هناخد التحليل بتاع الدياجونال منبر اللي هو الفورس في الزاوية وكل نهاية دي اللي حنصمم عليها البولس. في النهاية هيكون شكل الكونيكشن بالشكل ده. آآ دي طلع من الديزاين اوف منبر ده. انما دي المينموم لما بين الزاويتين الفورس الموجودة في الزاويتين. آآ وزي ما احنا شايفين ان هنا ما فيش فاصل لان الكطاع واحد ما بين آآ ممبر واحد وما بين ممبر اتنين وبتبقى في النهاية شكل جوينز بالشكل اللي احنا شايفينه. طيب دي نهاية محاضرة النهاردة نكمل الجزء بتاع والتنشن والشير المحاضرة الجاية ان شاء الله. كل اللي احنا اخذنا دا كان عن الشير او الشير بولتت كونيكشن. آآ السلام عليكم.